وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون حيث أسفرت عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد سبعمائة وسمانية عنصرا إجراميا ومصر عنصرين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق خمس وعشرين مدرية أمن وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات وضبط معهم ثلاثمائة واثنتين قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط مئة متهم وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1185 قطع السلاح ناري أبرزها رشاش واجرينوف و160 بندقية و94 بندقية آلية و48 مسدسا و881 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و120 خزينة إضافة ل1486 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ السيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 578 352 حكما قضائيا من بينهم 2353 حكم جنايا 207 707 حكم حبسة 286 790 حكم غرامة وواحد وثمنون ألفا وخمسماء واثنان حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط ستة تشكيلات عصابية ضم واحدا وعشرين متهما قابوا بارتكاب عشرة حوادث سرقة متنوعة وتم كشف غمض واحد وثمنين حادث ما بين حرق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 116 متهما وتم إعادة الثلاث سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2237 قضية إدغار في المواد المخدرة بإجمالي 2487 متهما من بينها أكثر من 1486.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وحوالي 635.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين قاربت على 118.5 كيلو جرام وضبط ما يقرب من 34 كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى ما يقرب من 68.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 55.870 قرص مؤسر و24.024 قرص ترامدول مخدر وعدد 20.260 قرص كيبتاجون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 153 مليون جنيه كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 24 مليون جنيه متحصلة من الإذجار غير المشروع بالمواد المخدرة